عاد الشارع إلى زخمه كما كان قبل الكورونا ولكن هذه المرة بصورة مغيرة نسبياً تماشياً مع التعبئة العامة ونظام المفرد مجوز والهتفات انطلقت من السيارات هذه المرة ومن قلب العاصمة إلى الرينج والإونسكو فصربا وطرابلوس وبعلبك ومزرعة يشوع والنبطي وصور وعلي وكأن الصورة اليوم هي بروفا مصغرة عما ستحمله الأيام المقبلة من صورة للشارع اللبناني المنطفد العنوان الأساس لمعظم المتظاهرين في بيروت كان رفض العفو العام لأنه يشجع على الجريمة كما قالوا إضافة إلى المواضيع المعيشية وارتفاع سعر الدولار في بيروت وكل المناطق نحن نبدأ من محال نحن هذه المسيرة عملناها بالسيارات كرمال أسباب انتو تعرفوها الكورونا وهي بطريقة عم نقل له أنه الكورونا خففت وهجر الصورة بس بالنتيجة الصورة ما ماتت الآن بظروف المجلس النياب اللي عم بيشرع عم موديلوا رسالة ونحن هاي المسيرة بالذات هي ضد العفو العام وراحين نشارك أصحابنا رفائقنا بالمسيرة الكبيرة اللي هي ضد كل شي غلط ضدها العفو لأنه العفو عم بيكون غطى لكل الجرائم اللي هن ارتكبوها الجرائم المالية عم بيكون عفو عن أشخاص قتلوا الجيش اللبناني وهددوا لنا الأمن وهيدا العفو كله بالطريقة اللي المنصاغ فيها طريقة لهن يغطوا عن جرائم اللي ارتكبوها على الثلاثين سنة اللي عملوها لأنه السياسيين بدون يمرقوا سريقاتون وبعدين فيه تجار مخدرات فيه ناس مختصبيين بدون يطلعون من الحبوسة نحن ملنا ضد يطلعوا العالم اللي ما معهم مئة ومئتين ألف واللي من محكوم هو العالم فيهم يطلعوا بس وليك العالم الخاصة السياسيين السريقين والاستثناءات كمان ما رح تتضمن كل اللي قاتلين الجيش اللي بيقلك اللي مشارك بطريقة غير مباشرة بيطلع فهيدا شغلة مانا نظيفة شايفينو نحن ضد العفو العام لأنه عم مبرق كل شي فيه جرائم مالية وبيئية اللي عملوها السياسية وغيرهم بقى هيدا أول شيء وتاني شي عم بيقلب معاييس كل شي يخصوا بدولة القانون ومعن بحض مساواة بين الناس مش ناك وتاني شيء مش بس نحن ضد العفو العام نحن كما عم نطالب بخطة شاملة وعادلة طيح حتى نظهر من هيدا الأزمة الاقتصادية والبيئية اللي نحن فيها النائب اليس حنكش تحدث لتليفزيون لبنان عن وجهة نظر الكتائب من موضوع العفو العام بالنسبة للعفو العام لا يعالج بهيدا الطريقة بالعجلة بالعكس ولا بكبسة زر بالعكس يتأنى الواحد بمعالجته لأنه نحن عم نروح عكس مبدأ المحاسبة وعام نفقد كلمة الجريمة والعقاب معناه بالعكس نحن في بلد يجب أن نتشدد أكثر بالعقاب ويجب أن نتشدد أكثر على المجرمين ولكن هذا الشيء أيضا في ناس موجودة بالسجون مظلومة أو خدمة يمكن وقتها وبعد ما عم بيتسرع بمحكمته وهذا موضوع كمان أساسي لذلك بده تأني وبده دراسة بعد لنقدر نساعد المظلومين ولنقدر نتشدد أكثر بالعقاب عاد النشاط التشريعي وعادت معه ثورة 17-20 في معركة تبدو أفاقها حتى الساعة ضبابية بين الطرفين من بيروت رجاء حنة بير البيع تلفزيون لبنان